السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير بكل الرضا والعافية ان شاء الله اولا يعني اذا بغيت انا اشتري حاسم محمول ما في شي اسمه افضل شركة في العالم ما اقدر اقول انه هذه افضل شركة في العالم وهذه اسوأ شركة في العالم هذه ما ادري ايش انت لما تدخل محل اعرف ان انت راح تقابل اللي هو المسوق المسوق هذا راح يبيع لك شيء يبغى يفتك منه او يبيع شيء علشان يبين للشركة واحد من الشركات هذه انه عندك طلب فهو يكسب رضا الشركة وتزيد مبيعاته دبل الدبل فعلشان كذا انت تكون اذكى منه ذكي شخص ذكي جدا انت شخص ذكي انت شخص ذكي فعلشان كذا انت اول ما تخلق فاذا انت بتختار ابل زي ما قلنا انه عندك 13 و 15 رنش نسيت باكتبها فهنا اوكي محدود انه ماكبوك برو وهذا افضل شي ما قدمتها الشركة ابل 13 رنش وكرت شاشة متصل وايضا ال 15 رنش يجي بكرت شاشة مفصل ايضا ويندوز في الخيارات جدا كثير من بين كثير من الشركات في انواع من الحاسبات المحمولة في الالترا بوك اللي يجي بوزن خفيف وبالسماكة اقل هذا مناسب لاشخاص اللي يبي طبعا ياخده معك وينما يروح وبدأت تتطور مؤخرا صار فيها جي بيو وهذه ان شاء الله رح نفصل فيها تحت ومن ثم الحاسبات المحمولة اللي تجي بسماكة ووزن يعني مش مثل هذه يعني مثلا تقدر تاخذ معك وينما تروح لكن بيكون ثقيل بعض الشيء وان البطارية ما رح تكون قوة هذا الشيء الهاي وهو الخاص بالوورك ستيشن او طبعا هنا نتكلم عن انه اه ما يهم يعني اخر هم هو البطارية يهم الاداء انه يكون قوي جدا طبعا التو ان ون هو اشوفها تحت هذا الشيء اللي هو الطبعا يقدر يحولها الى جهاز لوحي بالغالب انتشرت يعني اكتر شيء او الاكتر شيء هو الثلاثمية وستين درجة انك تلف في الشاشة او انه تفصل الشاشة مثل السيرفس مثلا على سبيل مثال النورمل عفوا التابلت طبعا شيء بدأ ينحصر وعلى شركتين تقريبا هم افضل لكن الاكتر شيء عن هي ابل طبعا بكل تأكيد وعندك سامسونج نظام الاندرويد اه طبعا هذا فيما يخص بالتابلت ما تكلم عن 2 in 1 كتير يلخبط ما بين هذول الشيين فاذا تبغى شيء من ابل خذ الايباد من كاتيجوري حقه التابلت او من تصنيفات التابلت اذا تبغى شيء من اندرويد كويس منتاز مناسب للمالتي ميديا لكن ما يهمك البرامج ولا يهمك في موضوع التحديثات فاقول سامسونج غالكسي تاب اس 3 اوكي الكور اي 3 كور اي 5 كور اي 7 المعالجات الاكثر شيوعا في سلسلة الكور ام ولكن يندرج بعد يعني اخر شيء وصلنا اليه الجيل الثامع ارجوة انتل الواي هو الاقل استهلاك للطاقة يجي بعدها الواي وغالبا ما يكون دول كور اللي هو بنوايتين الواي هو بيندرج الكور ام طبعا بالغالب يكون كور ام اه وعندك برضو طال عمرك اللي هو العادي بالغالب يكون تحت اله كيو وغيرها من هذه الرموز هذا الاداء العالي هنا نبدأ بالشغل العالي لكن يكون اه في موضوع البطارية اقل او استهلاك البطارية اعلى من مثلا اليو وايضا من الواي فانا اذا باخد الكور اي 3 اذا باخد الكور اي 3 معناته انا راح اتصفح انترنت عندي الافيس عندي المتصفح مشاهد فيديهات اموري في السليم لكن ما انصح في الكور اي 3 انصحك الطب في الكور اي 5 او الكور اي 7 المالتميديا هنا يكون احسن والكور اي 7 هو الاداء العالي جدا طبعا وش يجي بعد هذي وهذا النقطة المهمة جدا هو الجي بيو الجي بيو في كرت شاشة منفصل وفي كرت شاشة متصل المنفصل اذا حبيت تسوي مثلا منتاج تبي برامج ثقيلة هنا اقول لك خذ كرت شاشة منفصل وانت مغنبط طبعا سلسلة الجي تي اكس الف وسلسلة هذي هذي اهم سلسلة جي تي اكس 1060 هذي كروت جدا جدا ممتازة وهي الاكثر شيوعا الكرت شاشة منفصل كويس كادا تعامل مع محررات الصور والفيديهات الخفيفة ما راح يكون عندك مشكلة في هذا الموضوع راح يكون اقل او افضل في ناحية اداء البطارية مقارنة بالحسبات اللي يتقدم لك كرت شاشة مفصل طبعا فاختار على حسب وانت وش راح تستخدم وش البرامج يستخدمها هنا يحدد لك يا كرت شاشة متصل يا كرت شاشة مفصل طبعا نجي لموضوع الشاشة ابدا ابدا لا تاخذ اقل من الف وثمينين بي ويفضل ان تكون شاشة معتم علشان ما تحكس عليك يعني من مكان اللي ينتفيه النار وغيرها لكن معتم لما اوكي تسمى او انه لم معتم كيفك هذا الشيء لا تجارك لكن النقطة المهمة جدا لا تاخذ اقل من الف وثمينين بي نصيحة الوجه اللي بتندم اذا خذيت الف ثلاثمية وستة ستين هذي جدا سيئة من ناحية مشاهدة المحتوى وغيرها من ناحية الاداء يفضل انه اس اس دي يفضل على اقل السي اللي هو النظام الاساسي يكون مية وثمينة وعشرين ميتين ستة وخمسين اوكي ما عندك ايض مشاكل والساعة التخدينية الثانوية تكون اتش دي دي وهذي لو كانت واحد تيرابايت ممتاز جدا صراحة لكن انصح بالاس اس دي على النظام بسبب بسيط جدا انه الاداء يكون سريحة حتى لما تشغل الكمبيوتر تفتح البرامج وغير تنصب البرامج بيكون اللي صالح الاس اس دي بكل تكل ممتاز الان ما عندي صفحة طيب هنا بحاول المنافذ المنافذ تعتبر عامل جدا مهم جدا وخاصة انه كل ما كثر اليو اس بي وكان ما يقل يعني 3.0 لو في واحد يو اس بي 2.0 اوكي لكن مثالة هذا هذا الشي يكون اكثر من هذا معناته حاسب قديم ما يستهل اليو اس بي 3.0 يكون ممتاز جدا 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 ممتاز الاش دي ماي الدس بلي بورت والمنفذ الجديد اللي هو اليو اس بي تايب سي فيه طبعا للشحن لكن افضل وهذه ممكن مو بشرط مو بشي اساسي انه يكون يو اس بي تايب سي يدعم الثاندر بولت لاستفادة من وصلة في اكثر من شاشة سعات تخزينية خارجية تكون تدعم هذا المنفذ في الادا يكون خارق او استخدام كرت شاشة منفصل فه لها مستقبل كبير جدا هذا المنفذ فشي كويس طبعا 3.5 مم اللي هو المنفذ خاص بالسماعات شي اساسي قارل الذاكرة واحد من العوامل مهمة جدا وكذا انت حددت المنافذ اللي انت حتاجها انت حددت المعالج اخر شي وصلت لها زي ما قلت لكم المعالجات هو الجيل الثامن معالجات انتل الجيل السابع يتوبار كويس اغاد من كذا ما انصح فيه وبشدة س س دي شي مهم جدا في حاسبك المحمول مقاس الشاشة يلعب دور كبير جدا اذا كل ما صغر مقاس طبعا 13 هو الشي معقول واللي انصحك فيه 13.3 انش بعض الحاسبات تقدم لك باطار نحيل يدور حول الشاشة وهذا الشي مرحب فيه لانه يعطيك شاشة بمقاس 14 انش لكن في الحقيقة هو جاي بمقاس 13 انش السبب انه الاطار نحيل فهذا الشي مرحب فيه وبشكل كبير في بعض الحاسبات مخصصة للالعاب طبعا هذا بكل اريحية اقدر لازم يكون كرت شاشة منفصل الاس اس دي يكون واتش دي دي واي فاي اي سي وايضا فيما يخص بالهاي من ناحية بورك ستيشن والجايمينج انه يكون قابل التهديث من ناحية الرامات وايضا الساعات التخدينية وخلاص امورك في السريب ان شاء الله لا بس كم الصيحة بقولها اذا انت دخلت المحل او قبل ما تدخل المحل لما ابغى يعني اشتري كمبيوتر ابحث في النت ابحث عن المراجعات ابحث عن اشياء هذي اللي اللابتوب اللي انتحددت اختياراتي انا كده 1 2 3 4 5 6 خلي عندك طبعا انا اسوي هذي الحركة انه عندي يكون 3 اوبشن هذه اللي اللابتوبات بفضل اللابتوبات كثيرة انا يعني لكن خلك انت اذكى منه من ناحية انه ما يغشك المسوق الا من رحمة ربي لكن عشان ما يغشك لانه هو هدفه انه يبيه ويحصل على شيء مادي فالله يرزقه ما انا انه ما يبيه انك طار يزقه بس ان يعني انت خلك فاهم لا تخلي يعني يقول لك الكلام المعسول ويغرك بجهاز فالاخير تندم عليه بعدين امش على هذه الخطوات امورك في السليم جدا فاتمنى اني افتك واذا افتك انشرح سابق اذا افتك طبعا نشوفكم اخير ان شاء الله مع السلامة جاني كم سؤال مهم جدا بالنسبة لك كيف اعرف انه هذا الجيل الثامن معرجات انتل اوكي تمام هو ما احنا قلنا كوراي 3 كوراي 5 كوراي 7 الرقم اللي يجي بعد هذول الاشياء اول رقم ثمانية جيل الثامن سبعة الجيل السابع معرجات اول رقم تمام مضبوط اوكي يفضل طبعا الرامات تكون ثمانية جيكا بايت هذا للمالتميديا للالعاب بشكل عام ممتاز اذا 16 معنات انت ناوي تستخدم برامج ثقيلة ممتاز اربع جيكا بايت نووووط طبعا اقل من 1080P ممنوع فوق 1080P مضبوط لكن لازم ترجع نشوف كرت الشاشة اذا 1060 كرت الشاشة مثلا مثلا قاد قال اقول هذا 180 P 1070 هذا فوق 1080P قاعد نكلم عن 1440P 1080x1080 Ti هذا 4k والطقه مضبوط مضبوط ترجمة نانسي قنقر